الغرفيتي باسيكلي هو يعني الواحدة دي يكتب اسمه بطريقة معينة وأول ما بلشت كنت كتير مؤثر بالالد سكول الغرفيتي اللي كان يعملوه في نيويورك بلشت تفكر أكتر بأنه لا أنا إلوستريتر أنا شخص بيرسم كتير مني سوليه ما بفوت هيدا الرسم على الغرفيتي اللي بعمله صرت اكتب بالعربي اسمي يوسف سو بيكتب يوسف محل حرف الفاب حط الكاركتر تبعي هلا مؤخرا صاروا الناس أكيد عم يفهموا وعم بيحبوا يعني صاروا اللي بيحبوا أكتر من اللي بيكرهوا صاروا عم يطلبوا منا نعلم نعلم لهم أولادهم صاروا عم يطلبوا نرسم لهم ببيوتهم شركات بيطلبوا جيم محلات حتى بيحبوا على الطريق يعني مثل الحيات اللي عم تشوفوا ورانا هو حيات بيت وناس كبار بالعمر نحن استغربنا ما قبلوا أنه نرسم على الحيات بس كتير مبسطنا لأنه عم جاد بدون قدروا يقطعوا هيدا حاجز أنه نحن عم نخرب لا نحن عم نرسم أو عم نجمل بتمنى أنه بالمستقبل أقدر سيفر أكتر وإرسم أكتر أكتر شغلة بحبها أو بفكر فيها هي أنه أتطور أنه دائما بحب أكسر الحواجز اللي عندي إياها أكسر الخوف اللي عندي إياها أن نجرب شي جديد بحب أتطور وبحب أعطي inspiration لغيري